احتفالات اللاعبين بعد احراز الاهداف واحدة من اللحظات المميزة في كرة القدم احتفال ريجي ميلا نجم منتخب الكاميرون في مونديال 90 بالرقص عند زاوية الملعب واحتفال الطفل الذي اهداه في بيتو لاعب البرازيل لابنه الرضيع بعد احرازه هدفا في مرمى هولندا عام 1994 مشاهد عالقة في ذاكرة كأس العالم هذا العام اثارت احتفالات بعض اللاعبين الاهتمام واحيانا الجدل خلال مباراة سويسرا وصربي احتفل لاعباء سويسرا شاكيري وشاكا بهدفيهما بشعار النصر المزدوج الذي يعد شعارا وطنيا في البانيا اللاعبان ينحدران من اصول البانية كوسوفية وفرت عائلتيهما من الصرب اثناء ارتكابهم متزرة بحق المسلمين في كوسوفو احتفال التحية العسكرية كان من لاعب منتخب روسيا ارتيم دي زوبا لمدربه تيرتشيسوف قصة فقر اللاعب البلجيكي روميلا لوكاكو في طفولته واضطرار امه ان تخرط له الحليب بالماء كان لها اثرا في احتفال اللاعب بعد هدفه في بانما ذهب ليقبل الكاميرا وقال ماما اما اسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو فسخر من لحية غريمه الارجنتيني ميسي عندما ظهر في اعلان جمعه مع ماعز اشتركوا في القناة